تواصل الدولة تنفيذ استراتيجياتها في ملف تحقيق الأمن الغذائي ضمن برنامج الحكومة الجديدة يأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وهو الأمر الذي سعت الحكومة الجديدة لتأطيره في برنامجها للسنوات الثلاث القادمة يأتي ملف الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الدولة باعتباره ركيزة من ركائز الاستقرار المجتمعي وتواصل الدولة تنفيذ استراتيجياتها في هذا ملف في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وهو الأمر الذي سعت الحكومة الجديدة لتأطيره في برنامجها للسنوات الثلاث القادمة وتستهدف الحكومة الجديدة زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاج المحاصيل لضمان تحقيق الأمن الغذائي حيث قامت بالعديد من المشروعات التي أدت إلى زيادة الرقعة الزراعية منها مشروع الدلتة الجديدة الذي استهدف مليونين ومئتي فدان ونواته مشروع مستقبل مصر الذي يستهدف مليون ومئة ألف فدان وقد تمت زراعة أربعمائة وستين ألف فدان وأيضا إعادة إحياء مشروع توشكا إذ تمثل المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والفول والفاصوليا وغيرها ركزة أساسية للأمن الغذائي حيث حققت الدولة اكتفاء ذاتيا لتسع مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى مع وجود فائض للتصدير كما كم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها وما يستكبع ذلك من متابعة خطتها لزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية حيث تستكمل الدولة زيادة الصوامع التي ارتفع عددها من 32 صومعة في 2014 لتصل إلى 83 صومعة في 2023 فيما تقدر الاستثمارات الموجهة لأنشطة الزراعة والري في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024-2025 بنحو 179 مليار جنيه مما يمثل زيادة بنحو 60% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 2023-2024 ناهيك عن الاهتمام بتحسين مناخ الاستثمار الزراعي ودعم المستثمرين لقطاع الزراعة فضلا عن رفع كفاءة الاصول غير المستغلة ودعم الخدمات التي يتم تقديمها للفلاح والمزارع المصري على كل المستويات حيث اتخذت الدولة الكثير من الإجراءات من أجل دعم الفلاح ماليا من خلال الزراعة التعاقدية وتوفير البذور والتقاوي بأسعار مخفضة للفلاحين جهود حثيثة أيضا تبذلها الدولة لدعم الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية حيث تمثل تلك الثروة إحدى الركائز الرئيسية للأمن الغذائي لذلك تقوم الحكومة في برنامجها بإجراءات مستهدفة من ضمنها العمل على تطوير خطوط التحسين الوراثي وذلك لتعزيز وتنمية تلك الثروة خطة محكمة وضعتها القيادة السياسية منذ عشر سنوات وذلك لتحقيق الغرض المنشود وهو الاكتفاء الذاتي الذي يعد أحد المحاور لتطوير منظومة التجارة الداخلية